يواصل الكوليرا حصد المزيد من الأرواح في محافظة أبيان في ظل شحة الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره والعمل مكثف في قسم مركز الإسهالات في مستشفى الرازي ومحافظة أبيان والتي ظهرت أكثر من حالة خمس حالات في حناد أحور خلال اليوم السابق وثمان حالات إيجابية خلال المرحلة الشهر الماضي ندعو كل الجهات ذات الاختصاص منظمات وتحالف وأي إنسان يحب الخير إلى دعم هذا القسم لتفادي عدد الحالات الكثيرة والتي لحد الآن ثلاث حالات وفاة سببها هذا الوباء الخبيث ثلاث حالات وفاة وأكثر من ستمائة حالة اجتباه بالكوليرا خلال أقل من شهر في المحافظة بينما تؤكد تقارير الرصد والمتابعة أن أكثر من ثلاثين حالة اجتباه يتم استقبالها بشكل يومي من مختلف المناطق الحالات تتدفق وخصوصا من المديرية خنفر وأحور بالذات طبعا نقدم الرعاية الآن وطعم الفريق كله مستنفر ويقدم الرعاية للمرضى الذين يأتون من مختلف المديريات وعندما يأتون للمرضى هم الأكثر حاجة للخدمة تؤكد التقارير الطبية في مستشفى الرازي بمدينة جعار أن نسبة الإصابة بالوباء تتزايد بشكل كبير في الوقت الذي تشهد فيه المرافق الصحية والمستشفيات ترديا واضحا في مستوى الرعاية الصحية بالإضافة إلى افتقارها للأدوية الضرورية لطف إبراهيم بنات بالقيس تابعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر